الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم يقول السائل كيف يكون العقد على المرأة النصرانية لأن النظام عندهم بعد بلوغها الثمانية عشر سنة تكون هي ولية نفسها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهدى أما بعد لا جرم أن مما أجازه الله عز وجل للمسلمين أن يتزوج بالمرأة الكتابية قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي في سياق ما أحله الله عز وجل لنا من النساء فقد أحل الله عز وجل لنا المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فإن قلت وما معنى الإحصان هنا فأقول المراد به العفة يعني العفيفات من نساء أهل الكتاب وهذا شرط اشترطه الله عز وجل في من أراد الزواج من واحدة منهن فلابد أن تكون عفيفة فإذا الأمر في ذات أصل حكمه الشرعي لا حرج فيه باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى ولكن لا ينبغي للمسلم أن يبعد عن النكاح بالمرأة المسلمة ويختار النكاح بالمرأة الكافرة النصرانية لسيما في هذا الزمان وذلك لندرة من تجدها محصنة في تلك البلاد الإباحية ولأن أنظمة بلادهم ربما تكون سبباً لكثير من الخصومات والنزاعات بينك وبين هذه المرأة فيما لو حصل بينك وبينها خلافٌ في مسألة الطلاق ففي أنظمتهم ربما لا يصل الإنسان إلى مسألة الطلاق إلا بعد التي واللتية وفي مسألة الحضانة للأولاد ومشاكل كثيرة فيما لو حصل بينك وبينها شيءٌ من النزاع وتلفظت عليها فأنت تعرف أنهم في أنظمتهم يعظمون أمر المرأة ويجرمون الاعتداء عليها حتى ولو كان من باب تربيتها وتأديبها المأذون فيه شرعاً فحتى لا يدخل الإنسان نفسه في هنّات ودهاليز لا قد لا يستطيع أن يخرج منها إلا بكلفةٍ كبيرة يُبعد الإنسان عن هذا النكاح ولأن المرأة المندوب للإنسان أن يتزوَّج بها هي ذات الدين والعفاف قال النبي صلى الله عليه وسلم فضَّر بذات الدين تربت يدك ويقول الله تبارك وتعالى ولأمةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من مشركةٍ ولو أعجبتكم لا سيما وأن هذه المرأة سوف تكون عرضك وحرمتك وسوف تكون حاضنةً لأولادك وحافظةً لمالك فأنت تستأمنها على عرضها وتستأمنها على أولادها فلربما بسبب دينها النصراني يكون بعض أولادك نصرانياً ولا تستطيعوا بحكم نظامهم إذا كنت هناك لا تستطيعوا بحكم نظامهم أن تتحكم في دين أبنائك التحكم الكامل ولا أن تدعوهم إلى الإسلام فسدًا لذريعة ذلك كله وابتعادًا عن هذه المفاسد فأقول المسلم يبحث عن المسلمة ذات الدين والعفاف وهن كثر ولله الحمد والمنة لا أقصد بأنه لا يجوز شرعًا والعياذ بالله لا يمكن أن أنطق بهذا فإنه أمرٌ قد فصله الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولكن من باب النظر في القرائن أقول الأولى والأكمل للمسلم أن لا يتزوج إلا بامرأةٍ مسلمة تتفق معه في دينه وعقيدته وإيمانه وتعبداته ويتعاون معها على البر والتقوى ويبني هو وهي أسرةً مسلمةً منشأةً على الأخلاق الطيبة وكم أعلم من الحالات التي نكح فيها المسلم النصرانية ثم صار مآل نكاحهم إلى الفشل وكثرة النزاعات والخصومات بسبب كثرة الإختلاف فأنا أهيب بك يا أخي أن لا يعجبك جمال الكافرة والمؤدي إلى غض الطرف عن النظر في قبح دينها فأهيب بك أن لا تتزوج إلا بامرأةٍ مسلمة ولكن إذا أبت نفسك إلا هذه النصرانية فلا جرم أن الولي شرطٌ في صحة النكاح فإذا كان أحدٌ من أوليائها كأبيها أو أخيها أو ابنها إذا كانت متزوجةً من قبل إذا كان أحدٌ من أوليائها مسلماً فهو الذي يتولى عقد زواجها بك فيكون ولياً لها وإذا لم يكن مسلماً فلا يخلو من حالتين إما أن تكون في بلدٍ إسلامي وإما أن تكون عندهم في بلادهم الكافرة فإن كنت في بلدٍ إسلامي فالقاعدة المتقررة عند العلماء أن السلطان ولي من لا ولي لها فإذا تعقد عقدك بحضور السلطان يعني في المحكمة والمقصود بالسلطان أي القاضي أو الحاكم الشرعي فهو الذي يتولى عقد نكاحها ويكون في منزلة وليها لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل وأما إذا كنت في بلادهم الكافرة ولا يوجد وليٌ لها فيزوجك أحد علماء المسلمين في هذه البلاد لوجود الولاية العلمية عنده أو رئيس أحد المراكز الإسلامية عندكم فإذا زوجك فحينئذ يكون هو وليها ولكن أعود فأقول فكر مليًّا وانتبه جيدًا وعليك أن تنظر في عواقب الأمور وأن تكثر الاستخارة والاستشارة حتى لا تندم بعد وقوع الفأس في الرأس أسأل الله عز وجل أن يختار لك ما هو أصلح لك في دينك ودنياك والله أعلم